تعالوا بقى نخش فيه الأهم وفيما يتعلق بموقف الدوري وكأس مصر والنهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا جدا تخلص من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي في الاتحاد المصري لكرة القدم حضر الاجتماع طبعا أحمد مجاهد وأعضاء طبعا اللجنة السلاسية اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم دي لقطات طبعا من هذا الاجتماع طبعا كان بحضور محمد الشواربي وإحمد حسام عوض عضوي للاتحاد وكان مع مندوب الأندية والاجتماع ده كان هدفوا حاجتين إيه هما الحاجتين؟ تحديد الموقف بخصوص استكمال كأس مصر من عدد قدي رقم واحد الحاجة الثانية الاستقرار والتشاور بخصوص شكل الدوري جديد طب حتقولي هنا طب وإيه الجديد؟ يعني طبيعي جدا أن الدوري يبقى زي كل موسم لا هو مش طبيعي سانياتي إن احنا طبعا بنمر بظروف بالنا سانتين ضغط مطشات كبيرة جدا فبالتالي اللعيبة تعبانة في كل الأندية كل الأندية وبالتحدي للأندية الكبيرة اللي بتشارك في بطولات عديدة تمام؟ وفي نفس الوقت الموسم الجديد فيه أجندات دولية كتير وموعيد دولية كتير سواء للمنتخبات أو لبعض الأندية اللي بتشارك على المستويات الأفريقية أو العالمية زي النادي الأهلي مثلا في كاس العالم فعلشان كده كان الاجتماع النهاردة عشان يتم الاستقرار على شكل الدوري الجديد هل يبقى من مجموعة واحدة ولا من مجموعتين ولا يبقى من دور واحد ولا تقسم مثلا عدد معين من الفرق يلعبوا مع بعض وفرق تانية تلعب على الهبوط والبقاء والبقاء يعني كان فيه كذا مقترح في الحقيقة بخصوص الدوري الموسم الجديد